توجه وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين لدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إلى مدينة دافوزة السويسرية للمشاركة في فعالية الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022 من المقرر أن يشارك وزير الخارجية في الحدث الذي يوقت في إطار المنتدى تحت عنوان طريق إلى الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الشركات ما بين القطع العام والقطع الخاص في مجال عمل المناخ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقال المتحدث باسم الخارجية إنه من المقرر كذلك أن يلتقي الوزير شكري عددا من كبار المسؤولين من مختلف الدول والأطراف المشاركين في المنتدى على همش فعلياته وذلك للتشاور حول العمل الجاري للتحضير للدورة السابعة والعشرين للمؤتمر والتي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر القادم هذا فضلا عن التشاور حول سبل التعاون لتعزيز عمل المناخ الدولية على مختلف الأصعادة